نتكلم عنه ونتكلم كمان أكتر على مبارات مبارح بس برضو عايزة أسأل حضرتك كابتن محمد وانت بتتكلم على السوشال ميديا وانتقادها لكابتن حسام البادري أو للمنتخب الفترة اللي فاتت ويمكن على وقت حضرتك وما بتلعب ما كانش فيه سوشال ميديا أصلاً لا لا خالص ده احنا كان القناة الأولى والتانية والساعة 12 القنوات توش أني أريح يا كابت نعم؟ أني أريح دلوقتي العصر ده اللي بيلعب في المنتخب أو بيلعب في النادي الأهلي ما كنا بنلعب في النادي الأهلي كان فيه جمهور عريض جداً يعني الجمهور كان بيحضر أكتر من دلوقتي يعني احنا كان استاد القاهرة ده 100-120 ألف كان بيبقوا موجودين في الملعب وإحنا كمان كنا بنلعب للجمهور وما كانش فيه احتراف ولا كان فيه فلوس ما كنا ناخد فلوس أصلاً يعني ما كانش فيه احتراف عشان اللعيب لأبو 100 مليونه اللي بمئة وعشرين مليون اللي بيدفع فيه كل الفلوس دي يعني أنا جئت النادي الأهلي بسبعة تلاف وخمسمائة جنيه طار الشيخ جاب سبعة تلاف جنيه يعني فلوس لا تذكر لكنه احنا كنا بنلعب فعلا الجمهور كان بيحركنا يعني نعم الجيل بتاعنا في كل أنديت مصر كان فيه العيبة كويسة جدا الجيل بتاعنا في النادي الأهلي كان جيل جامد جدا يعني أي واحد فينا كان يقوم بفرقة احنا كنا 30 لعيب كلنا أحسن من بعض كان اللي بيخش الـ 11 لعيب ده كان يعني بيبقى بطل اللي بيخش الـ 18 ويبقى احتياطي برة بيبقى قاعد متحفز لخمس دقيقة ينزيل لهم عشان يحط رجليه واللي بيحط رجليه ما بيشلهاش ولا بتضلين لأنه عارف لهو حتى هو اتصاب بعد بس كده واحد هيخش مكانه مش هجوف نفسه تاني فكده كده الضغط موجود والمسؤولية موجودة يعني مش نقصين سوشال ميديا هو نادي الأهلي اللي عودنا أو علمنا أن احنا دايماً نبقى متحملين مسؤولية نادي كبير يعني النادي بيلعب على البطولات بس مش بيلعب على إنه يبقى في المنطقة الدفية ولا في منطقة الوسط أو بيسرع على الهبوط لا دا بيلعب على حاجة واحدة بس هي البطولة فكان بيغرز فينا إزاي ننزل نجيب التراتة بنت يبقى عندنا رغبة في الفوز عندنا رغبة في إحراز البطولة فدي كانت موجودة الرغبة دي كانت بتحملنا مسؤولية كبيرة جداً لأن احنا بنلعب بإسم أحسن نادي في أفريقيا كلها وتشجيع جماهيرنا لنا وحضورهم في كل مباراة بهذا بالشكل الكبير دوت كان بيحملنا ناحية مسؤوليتنا كان بيحملنا مسؤولية ناحية جمهورنا أن احنا لازم نفرح جمهورنا بأداء وبنتيجة احنا كنا لما بنقف في استاذ القاهرة وبنقرأ الفتحة وكنا نكلم بعض نقول يا جماعة احنا عايزين النهاردة نفرح الناس دي ونشاور على الجمهور فكان حتة نوع المسؤولية عندنا كان مغروس فينا أصلاً طيب شايفة إيه الفرق إيه الفرق بين الجيل بتاع حضرتك والجيل الحالي إيه الفرقات اللي بتشوفها تقول على أيامي ما كانش فيك كلام دي هو حتة المسؤولية يعني هو يعني الجيل بتاع اليومين دول محتاج الشحن المعنوي كتير جداً محتاج التأهيل الزهني لكل مباراة إن كل لاعب يبقى عارف وفريق نازل عارف قيمة هذه المباراة للبطولة اللي بيلعب فيها كون إن فيه فرق بين مباراة كينيا والمباراة ينبارح ده فرق كبير اللعيبة غير وهما نفس اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا فيه تغييرات بسيطة حصلت وضغط أو الضغطات اللي كانت محطوطة على اللعيبة في إنهم عاوزين يكسبوا أو يتعدلوا عشان يحققوا الهدف إنهم يوصلوا لنهايات أفريقيا اتشال من عليهم لكن ده بيبقى هي جينا دور الجهاز الفني والإداري تب شفت إزاي ضغط الجماهير والسوشيل ميديا أنت مع ده ولا ضده مع أنه شايف أن ده في مصلحة المنتخب ومصلحة كابتن حسام البادري أنه يشوف الناس بتنتقد وشايف أن فيه مشاكل في المنتخب وأنه ده مش منتخب مصر ولا لا أنا مش عاوز أنتقد وأنا مش عارف الظروف اللي بتحيد بالمنتخب إيه مش عارف الظروف اللي بتحيد باللعبة إيه حسام البادري عاوز يكسب ومصلحته في المستوى العالي للعيبة يعني فيه ناس بتنتقد حسام البادري يقولك أنت ما لعبتش ليه محمد شريف كان يلعب على مصطفى محمد أنت ما لعبتش ليه فلان كل واحد ليه وجهة نظر وكل واحد وجهة نظر تحترم لكن حسام البادري بيشوف مين أحسن واحد في الماتش ده مين ينفع الماتش ده ومين ما ينفعش الماتش ده مين مستوى أعلى من التاني وبيلعبه عشان هو عاوز يكسب فاللي مش عايش في المطبخ بيقول أي حاجة أي كلام حسام البادري يعني هوجم بشكل وفيه يعني فيه ضراوة شديدة جدا عليه أنه هو يعني يعني مستوى المنتخب مش كويس فيه صروف هو عاش فيها أعتقد أنه هو بيطلب دلوقتي وقت أنه يتمرن أحسن يعمل مباراة وده حقه أنا اشتغلت مع كابتن محمود الجهري خمس سنين في المنتخب بعد تسعين كنا بنعمل معسكرات والمعسكرات دي أولا بتقرب اللعبية من بعض لعبت الأهل والزمالك كنا بنبيت لعب من الأهل مع لعب من الزمالك في قوضة واحدة وهم بيتألفوا مع بعض في الملعب وخارج الملعب وده حاجات مهمة جدا على وعلى أن تدي فرصة للموديل في أنه هو يحط بصمته مع اللعيبة يحفظ اللعيبة على كل حاجة هو عاوزها عشان يبقى قاعد برا ما يتكلمش كلمة من على الخط يبقى قاعد حاطة رجل على رجل عارف أن اللعيبة محفظها في التمرين وعارف أنها هتعمل إيه في اللعبة